تحريض جديد يطل به علينا المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغريان من اسطنبول يجدد فيه تأييده ودعمه للميليشيات في طرابلوس هذه المرة الغريان بارك قرار أمير المنطقة الغربية أسامة جويل في تهديده استهداف مطار بني وليد المدني وصف نياه بالقرار الموفق زاعما بأن المطار يستخدم لأغراض عسكرية من قبل من وصفه بالعدو الغريان وفي ظهوره الأسبوعي عبر قناة التناصح دع القادة والمسؤولين إلى اليقظة وإبقاء أعينهم مفتوحة على مطار بني وليد حتى لا يتسلل منه العدو لدعم من أسماهم مجرمي ترهون وغيرهم مطالبا بالتعامل مع المطار بحزم وقوة وإغلاقه فيما وصف حكومة الوفاق وميليشياتها بأنهم جبهة الحق وفي ذات الظهور توعد الغريان رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايد بنار جهنم وذلك بسبب بيان بعث به للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد فيه الرفض القاطع لاستهداف مطار بني وليد الغريان هاجم بشدة نايد وبيانه الذي باركه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة على لسان رئيسه عقيل الجملة حيث قال الغريان عن ذات البيان إنه لا يجب السكوت عنها وبأنه مليء بالكذب والبهتاني وذلك لإشارته إلى وقوع تصفيات مارستها قوات حكومة الوفاق بحق القوات المسلحة في غريان إضافة لاعتراضها سيارات الإسعاف وإنزال الجرح منها وما صدر في الحقيقة من بيان متعلق بهذا من جهة تسمي نفسها يعني تجمع ليبيا للدراسات المتقدمة على حاجة من هذا القبيل ومن رئيس مجلس إدارته من بيان مملوك كله بالكذب التحريض وفتاوى الغريان التي يصدرها ضد الشخصيات الوطنية والقيادات العسكرية هي ليست الأولى التي يخرج بها الغريان ليدعم من خلالها الميليشيات بل سبق له أن دع البنيان المرصوص لأن لا يتجاوز منطقة أبو جرين شرقا باتجاه سيرت قائلا عليهم البقاء في أبو جرين كي لا تبتلعهم الصحراء مطالبا بجعل منطقة بو جرين سدا منيعا لهم لأن معركة سيرت ليست معركتهم باعتبار أن المعركة الأساسية التي تمثل مصير ليبيا هي معركة بنغازي بحسب قوله ووصفه للقوات المسلحة بالعدو الصائل هذا التحريض على العنف والإرهاب المعلن من قبل الصادق الغرياني هو ما جعله يدرج وقناته التناصح على لائحة قوائم الإرهاب في ليبيا وعدد من الدول